موسيقى موسيقى أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحداث نخصصها للحديث عن تداعية الإعصار الذي ضرب محافظة المهرة وجهود الحكومة الشرعية في التخفيذ من ذلك أفاد تقرير حكومي بأن نحو 3750 أسرى معظمهم في الغيضة نزحت إثراسير الجارفة والإعصار الذي شهدته المهرة التقرير الصادر عن الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين قال إن النازحين لجأوا إلى مراكز إيوام مؤقتة في المدارس والمساجد والمرافق الحكومية فيما لم تتمكن عدد من الأسر من النزح من جهة وعد نائب رئيس الوزرى وزير الداخلي أحمد الميسر بإعادة إصلاح وتأهيل كل الأضرار التي خلفها الإعصار في البنية التحتية وخطوط المياه ومحطات الكهرباء في أقرب وقت نتوقف عند هذا الخبر اللي نناقش في محورين تداعيات الوضع الإنساني في المهرة بسبب الإعصار الذي ضرب المحافظة ودور الحكومة الشرعية والتحالف في الحد من آثار الإعصار نبدأ النقاش بعد التقرير وحيدون بدون ماوى لا ملجأ لهم من الماء إلا الماء هاربون من قسوة الطبيعة إلى قسوة الحياة إنهم أبناء المهرة العالقون داخل إعصار الوان الإعصار الذي تسبب بتدمير حياة بسطا يعيشون في منطقة تقع على بلد يعاني من حرب طويلة الأمد التقديرات الدولية تشير إلى نزوح أكثر من ثلاثة آلاف أسرة وهي تقديرات تؤكدها الرواية الرسمية التي تفيد بنزوح نحو ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسين أسرة منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة بانس لاركيه حذر من مزيد من الفيضانات في محافظة المهرة بسبب التوقعات باستمراره طول الأمطار الغزيرة المدارس أضحت ملاجئ مواقة وفق المسؤول الأممي الذي وثق لجوء نحو خمسمائة وخمسين أسرة إلى بعض المدارس في الغيظة في ظل مساعدات إنسانية محدودة وصلت من منظمات أممية الموقف الرسمي من كارثة عصار لبان لم يكن بحجم الماسات الإنسانية وانحصر بتحذيرات حكومية ومناشدات رسمية وفيما يبدو فإنه ينتظر انتهاء العاصفة حيث وعد وزير الداخلية أحمد الميسري بعادة إصلاح وتاهيل الأضرار التي خلفها الإعصار السيول الجارفة الناتجة عن إعصار لبان أدت إلى تجريف البنية التحتية وتدمير محطات الكهرباء وتعطيل خطوط المياه وقطع الطرق الرابطة بين المديريات المتضررة والمحافظات المجاورة وفي ظل تأكيد إدارة مخيمات النازحين بأن أماكن إيواء النزوح غير صالحة للحياة ومهددة بالتوقف عن العمل هو ما جعل حركة المواطنين المتضررين لإنقاذ أنفسهم من الغرق صعبة للغاية نبدأ النقاش مع ضيفنا من المهرة وكيل المحافظة للشؤون الفنية سالم العبودي أهلا بكسر سالم يبدو أن الاتصال غير جاهز مع وكيل محافظة المهرة للشؤون الفنية سالم العبودي ننتقل للناشط من أبناء محافظة المهرة الأخ محمود ياسر أهلا بكسر محمود أيضا يبدو أن الاتصال غير جاهز من المهرة أذكر فقط بأن هذه الحلقة من زوائل الحدث هي مخصصة للحديث عن تداعية الإعصار الذي ضرب محافظة المهرة وجهود الحكومة والتحالف في التخفيف من معاناة الناس ينضم بلينا الأخ علي مبارك أيضا من أبناء محافظة المهرة أهلا بك أخ علي أهلا وسهلا أهلا وسهلا بداية كيف هو الوضع الآن بعد إعصار لبان الذي شهدته محافظة المهرة هل ما زالت هناك مخاطر كما تتحدث تقارير أممية من فيضانات قادمة تشهد المحافظة ربما أولا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على الوضع الذي صار علينا في المهرة هذه أمور يجريها الله سبحانه وتعالى في الكون بالنسبة لما تتكلم عنه التقارير وأنه هناك فيضانات هذه أمور يدلج سبحانه وتعالى وإن شاء الله يبعدها عنها وإن شاء الله ما يكون بينها شيء منها أما ما خلفه هو أعصار لبان الذي ضرب المحافظة فهناك فهناك كثير من الأضرار على كل المستويات على مستوى البنية التختية والممتلكات العامة والممتلكات الخاصة وكثير أضرار حصلت على المحافظة بشكل عام من دون استثناء طيب أخ علي كيف تقيم حالات ألاف الأسر النازحة في مراكز الإيواء في المحافظة والله حقيقة هناك وضع مؤلم في بعض الأماكن وفي بعض المديريات في المحافظة جراء ما حصل لهم من أسر لبان هناك بيوت تحدمت وممتلكات راحة خرج الناس بملادسهم أو حتى قدون إلى مراكز ولا يمتلكون شيئا خير الوحم التي أبقاها الله سبحانه وتعالى لهم الوضع حقيقة هو الوضع الإنساني بحالة صعبة جدا لأنه كما تعلمون أنه الغرب المحافظة بشكل عام لم يبقى شيء يعني على المستوى الفرد هذا المسكين الذي هو الآن خرج نازحا خرج بيته راحة هالكت وممتلكه الخاص راحة بالإضافة إلى الممتلكات العامة التي تهالكت وتعرف أنت وضع المحافظة ووضع المحافظة المهرة حاليا وبعد دخول التحالف أصبحت محافظة لا تمتلك الإراج حتى أنها تحاول أنها تقدم الدعم من عجل تغضي التحتياجات هذا المواطن المسكين لأن التحالف برغم أنه من قبل عمل على أمور تعستفية على المحافظة بسبب اتدخله الأخير والآن وفي وضعهم الماست الذين هم بحاجته لم يعمل لهم شيء ولم يقدم لهم شيء كما تروج وتعالي الإعلام التحالف أن هناك جسر جوي وأن التحالف قدم للمحافظة وقدم لم يعمل أي حاجة للمحافظة نحن على أرض الواقع لم نشاهد شيء مما يتحدث بل الإعلام الخاص بهم التحالف لم يعمل لهم شيء حتى عملية الانقاذ كانت المحافظة كان الناس بحاجة ماسة إلى عملية الانقاذ المحافظة يصيح لهم والسلطة تطلب الاستغاثة من التحالف ولم يلبوا نداء الاستغاثة ولم ينقدوا ولا حالة فأتوا بعدما دتت في الطيران اليمني ورموهم المواطنون وابعدوهم عن أماكنهم لأنهم لم يقدموا وإنما أتوا من أجل السوية ما معهم إلا علم ما صحة أو حاجات شهلة التي لا تنفع ولا تغني من جوة نشرك معنا بالنقاش محمود ياسر الناشط محمود ياسر من أبناء محافظة المهر أهلا بك أخ محمود أهلا بك سلام لو تقيم لنا وضع الآن الأسر النازحة من أبناء المحافظة جراء هذا لأصار حديث عن ربما نحو ثلاثة آلاف فرد أو أسر معظمهم في الغيظة كيف هو وضعهم الآن لا أريد أن يكون وضعهم من أساوي أو شديد الحاجة لأن العفار كان شديد وكبير وضرب خاصة من ديبية الغيظة ومن سيلة ومش المسيحون ونحنا صراحة نحنا في من ديبية حوض انقطعنا عن أخبار فترة طويلة فترة العفار انقطعت عنهم الاقتصالات انقطعت الطرق ولا ندري عنهم كيف إلا خلال الأيام هذه فالحسن ما نسمع أنهم وضع وضعهم فيهم بحاجة إلى إغاقة وبحاجة إلى مواد ربائية وبحاجة إلى طرش وبحاجة إلى أشياء لأنهم انتقلوا من بيوتهم وإلى مدارس وإلى مدارس وإلى المدارس وإلى المراحب الحكومية وقد يكون وضعهم يعني ما شاوي والله يعينهم طيب بالنسبة لدور الحكومة الشرعية والتحالف في الحد ربما من هذه الكارثة ومساعدة الناس كيف يمكن من وجهة نظرك تقييم هذا الدور؟ هل تم تقديم المساعدات للناس؟ هل هناك اهتمام ومتابعة؟ بحسب أننا نسمع أننا نحن في المدين وقلنا لك الأسبوع الماضي كلما قطعت الأخبار كاملا ولكن تصلنا أخبار أنهم هناك أنهم قاموا السلطة المحلية قامت بالتحديد وقامت بأشياء لكن قد تكون الأمكانيات أكبر من الكارثة الكارثة كبيرة جدا قد تكون الأمكانيات مهيينها والاحتياطات لا تفيد بالغرض ولكنها الله سبحانه وتعالى قدروا إن شاء الله تكون أمور طيبة ولكن تكون التحالف أو السلطة المحلية قدموا بعض الشيء بهذه الوصر وقاموا بنقلهم إلى المدارس وقاموا بنقلهم إلى المرافز الإيواق ولكن تكون الكارثة كبيرة جدا يعني بحجم الاحتياطات التي رجبت الآن من قبل طيب عود للأخ علي مبارك من المهرة أخ علي إذن تحدث أو وصفت ربما دور الحكومة بأنه العاجز لم يقدم شيء المواطنين وإيضا التحالف أنه لم يقدم شيء غير ما قدم من مواد فقط للاستهلاك الإعلامي إذن ما هي طبيعة المساعدات التي قدمت من الحكومة والتحالف للمواطنين نحن هنا في مندلية سيحود نحن طبعا كما تذكر الأخ محمود أننا انقطعت الاتقسالات عن المركز الغيظة خلال فترة العصار ما تم تقديمه وأنا أعتقد أنه يكون من السلطة المحلية بالمحافظة وهي جهود لا يقصروا فيها ولكن حسب قدراتهم هناك أمور خضيبة جدا وأمور بسيطة التي الآن قدمت أما على مستوى الحكومة الشرعية فلا تقدم أي حاجة في حكومة الفناء ليس لا يهمهم ما يحصل عندنا والتحالف كذلك أن التحالف ما أنه فشل من أول يوم في إنقاذ أنا أعتقد أنه الآن لا يمتلك يعني أنه ليس لديه نية أنه يقدم شيء في الونتران وأنه يساعد المواطنون بحاجة شيء السلة الغدائية التي الآن يزعوها السلة غدائية مكونة من حاجات مفيدة وبعدها يصورون المواطن وكأنها قدموا يعني هذه عبارة عن السلة غدائية يعني ما هي حكة حكة كل يوم بالنسبة للأسرة الكبيرة يعني حكة كل يوم واحد يتبجعون بتكديم السلة غدائية الوضع أكبر من تكديم السلة غدائية طيب باعتقدك ما المطلوب وما الذي يحتاجه المواطنون في المهرة من إغاثة ما هو المطلوب الآن والله المطلوب المطلوب حاليا أن يكون هناك تسيير طواصل غدائية كبيرة للأسرة المازحة وأن يكون هناك خيام وأولية حتى يتم بناء البيوت للمواطنين أن يتم تكديم الدعم المواد المهمة للمحافظة الآن والمنظومة الكهرباء للغير الراحة والمدين يتكشل هناك مستشفيات الناس إلى أمور إسعافية حتى يتم تصليحها بما بعد أما على الصعيد نفسه الأهالي الذين فقدوا الآن المتلكات لدينا بيوت المهم البيوت التي تهدمت في جراء هذا العصار المواطن لا يمتلك أنه يقيمت بناء بيت لأنه راح المتلك الخاص يعني دخل السيل حدم بيته ودخل الاتكان وأخذ سيارته فالآخذ الآن أصبحت كانه يوم وخرج خلق من بطن عم لا يمتلك شيء ولكن على مستوى السلطة المحلي نحن نقدر جهودهم لكنهم ليس بيد حيلة هم من قبل تعصف عليهم التحالف وأخذ عليهم جميع الإرادات على مستوى الجمارك وعلى مستوى الدخل فلذلك هم لا يمتلكون شيء هم معتقدين على التحالف ولكن في الوقت هم بحاجة إليه تستغنى عنهم ولم يلبي طلباتهم ولم يلبي دعوهم إلى إنقاذ الناس وهم الآن يأمس الحاجة إلى أن يكون هناك نيات صحيحة إلى تقديم الدعم الكافي من المواد الغذائية ليس السلة الغذائية فإنما السلة غذائية هي يوم فقط الناس بحاجة إلى فترة زمنية حتى يسم استرجاع عمالهم ويتم الرجوع إلى أسواقهم حتى يتم رجوع إلى العمل المناس الآن فقدوا وبايفهم وأعمالهم بالإضافة إلى بيوتهم وليس بحاجة إلى السلة الغذائية التي ترونها الآن على المستوى الإعلام وعلى المستوى الضجيج الذي يصدره كما فيه أبو القنوات التالفة لهم على أرض الواقع لا يوجد شيء مما يذكر أبدا شكرا جزيلا لك علي مبارك من المهرة أعود للأخ محمود بالنسبة لدور المنظمات الدولية والمنظمة اللسانية العاملة في المجال الإغاثي هل وصلت إلى المحافظة وما الذي قدمته للمواطنين بالنسبة معي في المجال لم تصل لنا أي من هذه المنظمات ولكن أنا نشكر الشقيقة سلطنة عمان نحن معادي لها سواء على السلطة الحكومة أو الأقراض أو المنظمات أو الشركات الخاصة قدمت المساعدات وصلت إلى الغيظة أو إلى تنهال وكذلك بعض الشركات الخاصة من الشركة النصيب قامت بفتح الطرق خاصة على سلطنة عمان وكذلك إلى الغيظة ونشكرهم على جهودهم أما أي من هيئات أو من نظمات أخرى لم تصل علينا إلى مديرية حوث وكذلك أن السلطة المحلية في مديرية حوث ما قالت أي جرد قامت بالترتيبات الخاصة بالمديرية وكذلك بأصلاح شبكات المياه ومحاولة نفعت الكهرباء ومحاولة وقامت بجهود كبيرة سواء كانت الطوارس الصحة أو في المستوى الأمني أو في مديرية حوث السلطة المحلية قامت بدورها بشكل كبير جدا ونشكرها على ذلك ولكن أنا للمديرية الأخرى رأينا أكثر تضرر معنا مديرية حوث ويحكم أن أنا مديرية قيبة من الجبل السيط صرفة إلى البحر الحمد لله وضرر ما يصيب في أضرار ولكن ليس في مديرية الثانية سأعود لك نشرك معنا بالنقاش وكيل محافظة المهرة للشؤون الفنية السلام العبودي أهلا بك السلام الحمد لله السلام بعد مرور نحو أسبوع ربما من الإعصار الذي شهدته محافظة المهرة هناك البعض يسوق اتهامات للحكومة والتحالف في التقصير حديث الأخ علي مبارك قبل قليل ربما هو واحد من هذه الأصوات شهر سالم سأعود لك مرة أخرى نعيد التواصل مع الوكيل المحافظة المهرة للشؤون الفنية الأخ سالم العبودي محمود بالنسبة لدور المنظمات الإنسانية والدولية تقول أنه لم يقدموا شيء ربما ولم تلمس أي تواجد لهم باعتقادك ما هي العوائق أو الصعوبة التي تمنع هل مازالت هناك عوائق وصعوبة تمنع من تقديم المساعدة للناس بسبب الفيضانات ربما والسيول أم انتهت كل هذه الأسباب وحجج هذه المنظمات ربما يمكن وصفها بالواهية قد تكون المنظمات هذه عضوها أن خالص الطرق مقطوعة أو وصال الاتصالات مقطوعة في الكثير من المدينيات ونحن نأمل منها الكثير في الأيام المقبلة في مسألة الأعمار أو مسألة التعويضات أو مسألة مساعدة الأسر المتضررة التي يوم نادي في المجارس أو في أماكن الإيواء ونأمل منهم الخير ولكن الحد الآن لن نتصل منهم أي هيئات أو شيء خاصة نحن نتصل عن مدينة حوك لأننا نقطعنا فترة كثيرة عن مدينة الثانية ونعرفنا أخبارهم إلا خلال يوم الماضي حتى شبكة الاتصالات لم تعود إلا خلال اليوم هذا أو اليوم الماضيين فبالتالي نأمل الكثير من السلطة المحلية ونأمل الكثير أو أي سراعات ونتجأ إلى هذا الوضع الإنساني فيه وصر خسرت بيوتها ونفقت مواشيها وخسرت الكثير من الأشياء فبالتالي تحتاج المساعدة وتحتاج الأشياء ونتجأ على الدنيا أن يتوجه إلى هذا الجانب ويساعد بعض من بعض إن يساعد في هذه الوصر هذا لنمر أخر للأخوة المحافظة للشؤال الفنية سالم العبودي أهلا بك سلام أهلا بعد مرور نحو أسبوع على الإعصار ما زالت هناك اتهامات للحكومة والتحالف بالتقصير والقصور فيما يخص إغاثة الناس ما ردكم على هذه الاتهامات حقيقة الاتهامات هذه نحن بنعمل جهد بس أن تعرف أن المحافظة المهرم صحة كبيرة والوصول إلى كل الأماكن والمديريات يمكن أن نفها قبل فعلا حوف ما تم فتح الخط اليوم أمس باتجاه اليوم هذا الصباح باتجاه الضيغة لكن الزور الأسوأ للشقاء والأنظمات هناك في تواصل مع هرف العمليات المشكلة الأساسية هي مشكلة المواصلات وفتح الطرقات إلى الآن نحن لم نقدر فتح الطريق إلى مديرية شحر فسطحنا اليوم إلى مديرية حوث باتجاه المديريات الساحلية باتجاه حزوين بشم الشيحوث المشيرة الحمد لله باتجاه تتحسن من حيث تغيير الخدمات وغاية الناس بالتشاهد المديريات لكن الأساسي يعج وصولنا بالقلقة بالطيران هو قمة الوقود الوقود المنشود معنا في المطار السنفر اليوم عامس لما استطيع الإقلاع بالطيران حالات التي تحتاج إلى أسعاف مثل أسعاف مثل حالات الحسير الكلوي حالات الولاد المتعصر الموجودة حاولنا الحالات الإنسانية من دماء الجانب الإقادي نعاني مسكلة الوصول الجهاز من لنا المعدات سيكون اتفجه بأتفجه خط تنهال ورماء الدرو على أساس فتح الطردات بحيث أن تتنفس سنوضع يومي لكن نتمنى الجميع إمكانياتنا محدودة وإمكانياتنا الشحيحة الأخوة في التحال في الحيث المعدات وإلى هذا حاولوا دعمنا بشيء بسيط ليس بهذا فالدعم الذي كنا نطمح إليه ونسعى إليه نحن نزل الجهود بالإمكانيات المتوفرة لدينا يشهد الله هم موجودين في الميجال وبنعمل الذي نستطيع ويسلم عظمية الإنقانية فيها التي تعيدنا طيب السلام حجم الضرر الذي لحق ربما بالبنية التحتية في المحافظة هل لديكم الأنتقاء وإحصائيات يمكن أن تطلعوا الرأي العام عليها الحجم الضرر التي تحصل للتحتية يمكن تحدث 80 إلى 90 إلى 90 في البنية التحتية في المحافظة كانت منتهية أنه حاول أن نوصل للشيء الضروري بدأنا في المديريات من الغيظة إلى المدينات التحلية جزر جزر في الحياة من إعادة تيار الكهربائي اليوم في مديرية الغيظة حاولنا نعيد المياه في بعض المناطق المخفضة التي لم تصيدها نعم لقد الإمكانيات تشملين الإمكانيات هذه التجار مش حظهم وشود عندهم لكن عملية فتحة الطرقات هي التي عادة نجس تجار المدينة المدينة تشمل المدينة لازل تنقصنا الإمكانيات بحاجة للتعام هذا الوضع الإنساني للناس نجل ما ذكره في حوض ثاني حوض قام بتصوية الاستثالات حاولنا أن نوصل المهندسين بالطيران حتى التحالف إلى الأخرى بكتجاه ربساد السيدني ويروب وتم صلاحة سلوكة السباب الموجودة الوضع الخوف من الوضع البي والإكستشل أقراض في المحاصل محاصل ثالث مستنقعات إضافة إلى الحيوانات التي تنة نقلة نقلة الزيون الروايخ بدت التفيد تطلع حاجة إلى الجانب البيئي إضافة إلى الجشع التي تنزل أصحاب الوضع المستنقعات أن يخذوا الماء من المستنقعات ويتم تنقيع من ثلاثة إلى أربعة عام ريال وضع صعب وضع صعب حتى تجد الحجم الكارفة التي تنزل مع المحاصل وضع كلنا نتوضع ما نتخيل ونتمنى من النخوة في التحال وقدار من الحكومة أن يجعل يجيل الوضع الوضع كاربي في المحاصل المهرة وضع البنية التحفية مدمرة وأساس هي أساس المحاصل في أولية تحفية لا صرف صحي لا شيء كل الأمور هذه جهة خطوة خريضا واحدة من أسباب تغيير رئيس الوزراء السابق أحمد عبيد بن دغر بمعين عبد الملك كان ربما التقصير والإهمال في حادثة المهرة هل هناك من تغير في تعاطي وتعامل الحكومة مع هذا الوضع نحن نسمع التصالات على الوحيد اللي يسمع التصالات من الأخوة في مرض العمليات ومرض الكوارد اللي موجودة في عدم كهذه التواس عبر المواجهة العسكرية وغيرها نحن الآن كنا في التواس مع الأخوة في حضر موس اللي كانت قابلة من السلطة المحلية في حضر موس وحين نقو الآن في مارم في منطقة بني عزان في قيادة وفي الأول محاصر في مارم نتسوي من المركب الممكن فيه الوصول إلى المحاصر الأخوة في الأشقاء في حضر معهم 420 حين يشتون في واني في مجرية الحلوث الأخوة في سلطة العمليات اللي اللي وصلت من الهي العمليات لذلك لا يزال نقلها إلى زيضة بسبب استرداد باستثناء حول الأخوة كذلك الشكر موصول إلى الشيخ عزمان رعبي الذي يبادر تتوصينا لفتح الخط في حضر الغيضة الأمانة من حد أهل وأخوان النقص من حيث لا يكون جهود لن يكون نجاعة لكن نتمنى أن يكون جام سريعا حيث من الوضع ويكون تقيير ساحنا من الوضع أعتقد أن الناس يسوقين ساح تذكر أن الوضع المحافظة مجل يموت فيه لكان فعلا في دمار في فضاء الدنيا الساحية فعلا في دمار وأكسورة حديدية مصلها لأعلام من خارج بحيث أن تقوم المجل يحديد المحافظة المعرى شكرا جزيلا وكيل محافظة مع رشو الفني سالم العبودي وأيضا الشكر موصول للأخ محمود ياسر نشط الشباب من أبنى محافظة المهرة والأخ علي مبارك أيضا وصلنا لختام هذه الحلقة من زوية الحدث في الغد حلقة جديدة ترجمة نانسي قنقر